نروح للأهم اللي حضراتكم مستنينه تشكيل النادي الأهلي أمام الوداد تشكيل النادي الأهلي أمام الوداد بحسب معلوماتنا في رقم عشرة حارس المرمى في هذه المواجهة هو مصطفى شبير خط الدفاع هيكون فيه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط مروان عطية وحمدي فتحي وقاليو الدنج في خط الهجوم السلس المعتاد حسين الشحاد بيرستاو ومحمود عبد المنعم كهربا إن شاء الله دي تشكيلة اللي هيلعب بها الأهلي هذه المواجهة الكبيرة أما تشكيل الوداد المتوقع أمام النادي الأهلي في هذه المواجهة فهو كالتالي في حراسة المرمى يوسف المطيع الحارس المتقلق جدا مع الوداد في خط الدفاع أيوب العملود أمين أبو الفتوح زولة ويحيى عطية الله اللعب الدولي المغربي وفي خط الوسط رضا الجعدي ويحيى جبران وأيمن الحسوني وفي خط الهجوم السلاسي محمد ونجم وصنبو المواجم القوي جدا وأيضا زهير المترجي لتشكيلة الوداد المتوقع إيه بقى أبرز غيابات هذه المواجهة هي كالتالي حميد أحداد هيغيب طبعا عشان عنده بطاقات صفراء تراكم في البطاقات الصفراء إقاف عبدالله حيمود أجرى عملية جراحية صباح اليوم بسبب التهاب الزائدة وعمل العملية في الكاهرة ويا رب نتمنى له السلامة وبالتأكيد هيغيب حوالي 3 أسابيع فمش يبقى موجود في مباراة العودة كمان أحمد رضا التقناوتي بالمناسبة اللعب كنت لسا بتكلم عنه العمل الزائدة الدودية النهاردة الأهلي بعت بعت حد عشان يتطمن عليه موقف محترم جدا من النادي الأهلي حسين بن عيادة مش هيلعب برضو هذه المواجهة بسبب إصابة بتمزج عضلي وسامي العنابي إصابة أيضا عضلية وعماد خنوس إصابة أيضا عضلية وأسامة كلارح إصابة عضلية دي غيابات الوداد عن هذه المواجهة مواجهة